بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل مكان في إسينيورت يضيء في الليل هذه الجملة تعرف عليها المواطنون الأتراك للتعريف بهذا الحي الواقع جنوب غربي مدينة إسطنبول حيث الألوان والإضاءات الكثيرة ولكن الجريمة أيضا التي حين يتم ذكرها في تركيا يكون هذا الحي حاضرا فما سبب ذلك وما قصته لمعرفة التفاصيل تابعوا معنا حتى النهاية تمتد بعض مباني إسينيورت السكنية جنبا إلى جنب على مدى البصر بارتفاع يصل في بعضها إلى خمسين طابقا وتحتوي هذه المباني على أضواء ملونة وامضة ومتحركة ولهذا يرجع سبب تسميتها إسينيورت بين الأتراك أي تشبها بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية رغم أن تلك الأضواء جعلت إسينيورت لافتة للنظر من الوهلة الأولى إلا أن هذه المنطقة التي تخضع لبلدية إسطنبول الكبرى إداريا تحتوي أيضا على العديد من المشكلات الإجتماعية المتأصلة بأسباب يعرفها المواطنون بين شوارعها ومبانيها بل وخارجها كل صباح من أيام إسينيورت يتزامن مشهد انطلاق العمال نحو أعمالهم مع نقل المتهمين والمجرمين إلى محكمة بيوكشك ماجيه القريبة في الساعة الأولى كل يوم بعد حجزهم ليلا بتهم مختلفة وأصبح هذا المشهد مألوفا بين سكان وزوار البلدية الشهيرة يوضح المحامي أكتاي كيلتش الذي يعيش في إسينيورت منذ سنوات أن قاعة المحكمة القريبة من هذه المنطقة تكون مزدحمة للغاية في ساعات الصباح ويتابع في حديثه إلى عربي بوست ربما تكون هذه المشكلة قد ظهرت للجميع مؤخرا بعد حادث مقتل تاجر المشروبات الكحولية الذي تصدر أجندة الأحداث والأخبار في تركيا عامة ويشبه كيلتش الأحداث في المنطقة بالسرطان وقال مثلما يتعلق السرطان بالخلايا سريعة النمو فإن النمو السريع في السكان هو السبب الجذري للمشاكل في إسينيورت فكيف نشأت هذه المشكلة وما هي قصة هذا الحي إسينيورت كانت قرية حتى عام 1989 فهي إحدى المناطق السكنية الواقعة على أطراف إسطنبول ونمت مع الهجرة خاصة بعد الثمانينيات في هذا المكان البعيد جدا عن وسط المدينة حوالي أربعين كيلو مترا عن ميدان تقسيم أصبحت هذه المنطقة التي كانت قرية في بيوك شكماجيه لسنوات عديدة بلدة عام 1989 وفي الانتخابات التي أجريت في العام ذاته تم انتخاب شابان غربوز عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشعبوي أول رئيس للبلدية الناشئة حديثا وفي عام 2004 انتقلت البلدية إلى حزب العدالة والتنمية وظلت تحت إدارته حتى انتخابات عام 2019 حينها انتقلت بلدية إسينيورت إلى حزب الشعب الجمهوري بدعم من حزب الشعوب الديمقراطي الذي يتمتع بإمكانية تصويت تقارب 20% في المنطقة مع حلول عام 2010 بدأت عملية بناء سريعة للغاية تضرب نواحي وضواحي منطقة إسينيورت ومعها تحولت البيوت القديمة إلى شقق جديدة إلى جوار أبنية شاهقة تحوي شققا صغيرة وأصبح البناء في المنطقة يعود بأرباح عالية جدا من الشركات الكبرى إلى الشركات الدنيا خاصة بعد تحول رجال أعمال المنطقة الذين كانوا في يوم من الأيام تجار صغار إلى أصحاب شركات بناء ضخمة بفضل عمليات التشهيد والإعمار عندما كان هناك الكثير من المعروض من المساكن كانت إسينيورت هي صاحبة الأسعار المعقولة مقارنة بالمناطق الأخرى داخل مدينة إسطنبول وبدأت بذلك حركة هجرة كبيرة فارتفع عدد السكان الذي كان قرابة 150 ألفا فقط في عام 2000 إلى مليون 127 ألف وفقا لبيانات عام 2022 بسبب ذلك تعد هذه المنطقة اليوم أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في تركيا ويبلغ عدد سكانها أكثر من عشرات المدن الأخرى داخل البلاد وفي هذا التغيير جاء عدد كبير من المهاجرين المسجلين وغير المسجلين إلى المنطقة وكان نتيجة ذلك النمو السريع العديد من المشكلات الاجتماعية بحسب حنيفي كايا رئيس مجلس مدينة إسينيورت الذي يعمل على حل مشاكل المنطقة ويرى أن هذا النمو السريع وغير المنضبط هو أساس كل المشاكل يقول كايا أن عدد سكان هذه المنطقة الذي كان من المقرر أن يبلغ 500 ألف عندما كانت بلدية قد تجاوز ضعف ذلك اليوم بالتالي فإن العديد من الخدمات العامة من التعليم إلى الصحة غير كافية وبحسب كايا أيضا فإن العديد من المشكلات الاجتماعية التي تواجهها إسطنبول حاليا هي نتيجة لهذا الوضع على سبيل المثال يقول جولاش جولار رئيس حي بربروس خير الدين باشا إنه لا توجد مدارس ثانوية ومراكز صحية في الحي الذي يبلغ عدد سكانه 30 ألف نسمة في الوقت الحالي بحسب المهندس المدني علي كنر تتركز بعض المواقع والأحياء بعض المجتمعات المتفاوتة فمثلا يوجد السوريون في بعض الأماكن والأفارقة في أماكن أخرى ويوضح أن المباني الكبيرة توفر بيئة لا يعرف فيها أحد أي شخص آخر ولا أحد يعرف من يدخل أو يغادر منها وتسبب هذا في انخفاض العلاقات الاجتماعية وتهيئة الأرضية المناسبة للأنشطة غير القانونية معظم ساكني السينيورت هم من أصحاب الدخل المنخفض بشكل مكثف ويعمل بعض سكان المنطقة في مناطق تجارية كثيفة العمالة مثل المناطق الصناعية ومصانع النسيد ويقال أن ثقافة الكسب السريع من العمل غير القانوني تنتشر بين الشباب وعند سؤال سكان هذه المنطقة من الشباب الذين ينخرطون في هذه الأنشطة ماذا تعملون فيكون الجواب بغير شرعي بحسب تقرير صحيفة محلية وفي مقابلات مع بعض الشباب المدمنين قالوا أن السينيورت مكان حرج ليس فقط لطعاطي المخدرات ولكن أيضا لتوزيعها في جميع أنحاء إسطنبول والتسلح الفردي أيضا مشكلة مهمة في هذا الحي وفقا للمحامي أكتاي كيليش الذي قال أن هناك سببين للتسلح الفردي في كل من السينيورت والمناطق المماثلة يحمل الناس السلاح إما لارتكاب جرائم أو لحماية أنفسهم وإذا اعتقد الأشخاص في المجموعة الأولى أنهم سيعاقبون بسبب البندقية فسوف يتجنبونها وإذا اعتقدت المجموعة الثانية أنها آمنة فلن تحمل السلاح أما عن معدل الجريمة في إسينيورت وفي قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة كوتش قدمت الباحثة صدف توبار رسالتها للدكتوراء التي درست فيها عمليات الإعدام خارج القانون ضد السوريين في تركيا وذلك وفقا للمعلومات التي حصلت عليها من 43 مختار حي في بلدية إسطنبول وفقا للمعلومات التي حصلت عليها من 43 مختارا في بلدية إسينيورت بحسب تلك الدراسة حدثت 16 عملية إعدام خارج نطاق القانون في المنطقة ويمثل هذا الرقم 35% من جميع الأحداث في إسطنبول في حين تبلغ نسبة إسينيورت من سكان إسطنبول حوالي 7% ما يعني وجود ميل إلى العنف بمعدل 5 أضعاف لدى سكان إسينيورت بحسب دراسة جامعة كوتش قنبلة موقوتة بحسب بيانات بلدية إسطنبول الكبرى التي تخضع لحزب الشعب الجمهوري بلغ عدد سكان إسينيورت 148 ألفا عام 2000 وزاد هذا الرقم بمقدار 6.6 مرة في 22 عاما حيث بلغ حاليا 993 ألفا بمقارن السكان حي إسينيورت مع إسطنبول عامة ففي عام 2000 كان هذا العدد 11 مليون نسمة وبلغ عدد سكان إسطنبول 15 مليون نسمة 900 ألف عام 2022 ويقول الكاتب الصحفي نزيه أنور كورو في حسابه عبر موقع إكس تويتر سابقا إن عدد مراكز الشرطة النشطة في المدرية الذي تتجاوز عدد سكانها المليونين عام 2019 بلغ ثلاث مراكز فقط من بينها مركز مخصص لفرع الأحداث ويتابع أنور كورو أن المشكلة لا تتوقف فقط عند مسألة الأمن ولكن الخدمات العامة الأخرى غير كافية في إسينيورت حيث بلغ عدد طلاب الفصل الدراسي 52 في عام 2019 فيما بلغ عدد العاملين الصحيين لكل 100 ألف نسمة 18 في إسينيورت وعدد الحدائق لكل 100 ألف نسمة 5 في إسينيورت وبلغ عدد فروع البنوك لكل ألف نسمة 5 فروع في هذه المنطقة ويرى الكاتب الصحفي أن خلاصة المشكلة في منطقة إسينيورت أنه يوجد فيها عدد سكان أعلى بكثير من قدرة الإدارة المركزية والإدارات المحلية وقوات الأمن ويواجه رجال الشرطة والأمن الذين تم تعيينهم في إسينيورت صعوبات في تطبيق القانون والنظام بسبب عدم كفاية مراكز الشرطة ومرافق الأفراد في مواجهة الانفجار السكاني في الختام متابعين الأعزاء أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو كما لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته